استقبل مطار العريش اليوم الطائرتين الثالثة والأربعين والربعة والأربعين القادمتين من المملكة العربية السعودية وتحملان أطنانا من المواد الإغاثية لإرسالها للأشقاء داخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح في سياق متصل دخلت اليوم أكثر من مائة شاحنة لمنفذي كرم بوسالم والعوجة عبر معبر رفح بالإضافة لدخول شاحنات الوقود المزيد يطلعن عليها مراسل التلفزيون المصري محمود كميل أرحب بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الكبيرة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة وتدفق عدد كبير من شاحنات المساعدات على مدينة العريش وأيضا معبر رفح اليوم فيما يتعلق بدخول الشاحنات نتحدث عن دخول 39 شاحنة لمنفذ العوجة بالإضافة إلى 115 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم هذه الشاحنات دخلت لإجراءات التفتيش في المعبرين لكن هناك عدد آخر وصل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن 90 شاحنة وصلوا بالفعل بهما عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة لدخول أربع شاحنات للغاز وأيضا استقبال المعبر للجرحة والمصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة بالإضافة أيضا لهذه المسارات المسار الشعبي الموجود في مدينة العريش كان هناك تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وشباب الجماعات في توزيع عدد من وجبات الإفطار على أسر المرافقين الذين يقيمون في عمارات السبيل وتقديم كل الخدمات التي يحتاجون إليها خلال شهر رمضان المبارك إذن جهود مصرية كبيرة ويعني تتضاعف في هذه الأيام لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة هذه هي الصورة من العريش وأيضا أمام معبر رفح عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى